هجمات واشتباكات في عدة محافظات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية الحكومية فوضى أمنية جاءت بعد ساعات من تصريح رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي والتي قال فيها إن العراق مر بظروف صعبة ولكنه الآن في مرحلة التعافي تعافي يناقض اعترافات رئيس اللجنة الأمنية الأسبق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي قبل بضعة أيام حيث قال إن تفاقم التفجيرات والاغتيالات تزامنا مع تنامي صراع الكتل السياسية على المناصب الحكومية المهمة فيما حذر النائب محمد الخالدي من مغبة الاستمرار بتبادل الاتهامات بعد كل تفجير ضمن صراع انتخابي واضح من جاته قال النائب السابق فارس طاها إن عددا من المرشحين في الانتخابات بدأوا يستغلون أي ضرف وخرق أمني يمكن أن يوصلهم للجماهير بعد أن خسروا قواعدهم الشعبية إن كان لهم فعلا قواعد شعبية ومع تأزم الأوضاع في محافظة التاميم وتحديدا كاركوك كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني آوات علي طاها بأن تراجع الأمن سيؤثر على ما سماها نزاهة الانتخابات القادمة في المحافظة انتخابات وعملية سياسية بنهجها المحاصصاتي أثبتت فشلها طوال 17 عاما الماضية في ظل غياب قوى وطنية حقيقية عن المشهد وتأثر البلاد بالفساد والمحسوبية التي رسختها أحزاب السلطة وفقا لموقع ميدل إست آي البريطاني لتلجأ الكتل السياسية لاستخدام ملف الأزمات الأمنية وسيلة لتسويق مشارعها على أطلال دولة تصدرت بلدان العالم من حيث الأسوأ والأقل أمنا وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2021 وواحد وعشرين